ضربات مؤلمة للانقلابيين في ميدي عشرات القتل بينهم قيادات سقطوا في معارك الساعات الأخيرة بجنوب غرب المدينة المصادر الميدانية تؤكد مقتل القيادي في ميليشيا الحوثي لطفا الوشلي والعشرات من مرافقيه ومقتل قيادي آخر من الميليشيا يدعى القاضي أحمد حسن الجارب مشرف الحوثيين في مدرية الشاهل خلال تمشيط بمدفعية الجيش الوطني لمواقع في جنوب غرب مدينة الاشتباكات في هذه المدينة لم تتوقف وسط تقدم يحرزه الجيش الوطني في أحيائها التي بات معظمها تحت سيطرة الجيش عدا حيي المشروع والخدام في أقصى جنوب المدينة معارك الساعات الأخيرة أسفرت عن تدمير عربة بي أم بي ومدفع ثلاثة وعشرين وصد محاولات هجوم نفذتها الميليشيا من جهة الجنوب محاولات ترتد عليها بالمزيد من الخسائر وسط صفوفها يأتي ذلك فيما يواصل طيران التحالف استهداف تجمعات الإنقلابيين في محيط المدينة وفي المزارع التي تتوزع فيها معداتهم العسكرية الجيش الوطني يخوض معركة موازية في هذه الجبهة حيث لا يزال يقوم بعمليات متواصلة لنزع وإعدام مئات الألغام التي زرعها الانقلابيون في ميدي أملا بصد زحف الجيش وإيقاف عمليات التحرير دون جدوى